سلام أحبابي تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين والمتابعات وصفات مغربية تنتمنى أنكم تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا وقبل ما نبدأوا نصليوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد خلوا لي تعليق بالصلاة على الحبيب إذن أحبابي تنتمنى أنكم تسمعوا هات الصيغة إن شاء الله أو وصفة رائعة لعلاج المناطق الحساسة لبها رائحة كريهة أو سيلان أو التهابات مش يعيب المرأة يوقع لها هات الشيء ولكن المشكلة لدينا هو الحاجة اللي تلبسوا ديما اللبسوا الحاجة دي اللقطة اللي تتعالج وفي نصف الوقت ما تتعطيش التهابات للمناطق الحساسة أو تخلي أطر أو تخلي واحد لون لون أزرق في المناطق الحساسة أول حاجة غد نعطيكم هات الصيغة إن شاء الله أو وصفة لعلاج هاد لعلاج هاد المناطق أول حاجة الرائحة الكريهة اللي تتكون في المرأة في الجهاز التنسولي قلة النظافة أو تتكون التهابات الداخلية التهابات الداخلية هي تتكون من قلة النظافة أو التهابات أنها ترشها البرد وهذاك البرد ما عالجاتوش هذاك البرد ما عالجاتوش وفي نصف الوقت هادك التهابات ولا تتعطيوا واحد الإفرازات هادوك الإفرازات لونهم أصفر أو لونهم غادي الأصفر غامق إذن هادك سيكون انفكسيون في الجهاز التنسولي تتولي المرأة معرضة للتهابات ولكن بعد الأحيان تنشوا عن الطبيب تناخدوا أدوية لعلاج هاد الأمراض لأنك يتعالج بوصفة شعبية وتعالج بأدوية لفعلاً أيقتلوا لك السموم دي هادك التهابات بالنسبة للناس اللي تتعرضوا البرد للمرأة متى تخرج تولد أولاً تتكون ديما عندها حريق في جهة المهبل أو عندها التهابات في مشكل في الوالدة أو في الجهاز التنسولي ديالها ديما عندها واحد الحريق خفيف في الظهر ديالها ديما عندها حريق في الظهر ديالها ديما تتشتكي بأنها عند ألم خفيف تحت البطن ديالها هذا كله من البرد اللي عند الإنسان اللي غادي يقدر يتصاب هاد السيلان أو التهابات أو رائحة كريهة أو الناس ديما يلبسوا الملابس اللي يكون فيها قطن باش يحافظوا على الصحة ديالهم إذن اليوم غادي نعطيكم واحد لصفة رائعة وأكتر من رائعة باش أنكم تبدأوا تحيدوا عليكم قاع المشاكل بالنسبة للمرأة اللي بغت تجيب أولاد أو البنت تتكون البنت بقى صغيرة بقى متزوجات ولكن عندها إفرازات بيضاء أم صفراء تحاول أنها تديرها تصغى المرأة متزوجة ولكن الوقت اللي تتكون مع الزوج ديالها تتكون المرأة اللي تتكون مع الزوج ديالها وتيكون عندها سيلان وعندها رائحة كريهة لابد تديرها تصغى إن شاء الله بحول الله وقوتي أول حاجة غادي ناخد كسرون غادي نعقمها مزيان نحاول نغسلها مزيان ونحاول أنني نوضع فيها كأس ديال الزيت كأس ديال الزيت العادية ديال التبخ ديالكم أو زيت الزيتون يكون مزيان غادي ناخد كأس وغادي ناخد كأس الماء وكأس الخزامة بعدما الخزامة ننقيها مزيان ونغرب لها من الغبرة ونحيد للعويدات ديالها ونحاول أنني ننقيها من كل الشوائب وغادي نحط في هذه الكسرون كأس واللول ديال الخزامة نضيف عليه كأس الماء كأس الزيت قطعة مسك قطعة مسك هذا المسك الرائع في علاج التهابات الداخلية والخارجية في نص الوقت يحيد الرحة يريد تديره المسك السائل الأسود المسك الأسود رائع في علاج أي حاجة ولو تكون الرياح الحمراء لتكون شد المرأة على الإنجاب أو المرأة اللي عندها المسك هي صالح لها بإذن الله العلاج المناطق الحساسة فعلا مناطق حساسة بالفعل لأن المرأة خصها تنظف راسها لأن بعض النساء تلقوا على هذه المشاكل تكون فيها رائحة كريها أو تكون فيها ماء كثير الزوج في نفس الوقت تيكون تيكون مضطرب في هذه المسائل إذن خاصنين عالج نفسي غادي ناخد كما يتلكم كاسرون كأس الماء كأس الخزامة كأس الزيت المسك الأسود أم المسك الأبيض يكون خام غادي نوضعه مع الماء يغلق مع الخزامة معه حتى يبقى يتبخ هذه الخزامة حتى يبقى غير كأس دي الزيت هذاك الماء يتبخر هتبقى غير الخزامة والزيت الخزامة غادي نصفيها نعصرها مزيان من هذاك الزيت وغادي نخليها تقتر حتى يبقى لي غير الزيت دي الخزامة مع المسك وغادي إن شاء الله نبقى ندهنها كل ليلة كل ليلة مشي النام نغسل جيدا إلى القيط صابون بيدون عطر نغسل مزيان وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي ندهن هذاك الزيت المرأة لتكون زوجة دهن داخل وخارج والبنت دهن غير من الخارج وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي تحسوا بأن هذاك المشكل بدي تحل على الأقل دومي على أسبوع وغادي تحسي بالفرق غادي ناخد الخزامة الناس اللي عندهم سيالان كتير وعندهم التهابات غادي ناخد خزامة وغادي ننقيها مزيان من الشوائب من العويدات من أي حاجة وغادي بحول الله وقوتي نحطها في واحد المقلات ساخنة وغادي ناخد واحد زيف أبيض نخليه غير لهاد الحالة غادي نوضع عليك الخزامة سخونة يريد نحط شيء قليل من المسك فهديك حتى نسخن الأخزامة وعاد نحط فيها المسك وغادي نديره بين سليب هذه الخزامة نحطها ما بين الجهاز التنسولي ديالك واسليب ونخليه بالليل نبات به حتى الصباح غادي تحسوا بالإفرازات تبدو نقلوا بنص الوقت إلا كان عندك التهاب غادي بدأ يتحيد بإذن الله إذن حاولوا غير أنكم تعارضوا نفسكم وأنكم تعرضوا نفسكم على طبيب لأن بعد الأحيان التهابات سأطروا على المرأة اللي بغا تجيب أولاد والبنت اللي بغا تزوج البنت إلا كان عندها سيلان خاصة تمشي عن الطبيب المعالج لجهاز التنسولي وبنص الوقت تتعرف أشنو عندها وبنص الوقت أنها تعالج بالخزامة ناشفة تديرها ما بينسليب مع زيف أبيض تسخنها مع المسك وتدير هاد زيف الخزامة رائح تل جسد رائع الناس اللي تدرهم الركب ديالهم يدهنوا بهم رجليهم ويدهنوا السرة ديالهم ويدهنوا الجهاز التنسولي ديالهم لأنه رائع وأكتر من رائع هاد الوصفة بإذن الله شحن وحدة دارتها وحسات بالراحة لكين اللي تتبخ الخزامة وتيشربها بنية يعالج من الداخل حاولوا أنكم تخذوا جمعانق تخلو على ماء ساخن وتخلوها مدة عشر دقائق وصفوها وشربوا الماء ديال رغضي يعالجكم داخليا وخارجيا إذن تنتمنى الوصفات اللي سبحط لكم غضيكونوا وصفات شعبية حاولوا اتدعموني إن شاء الله بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة